اشتركوا في القناة الاحتفالية ولكن نكمل عن اهمية العلم وعن اهتمامنا وتغيير ثقافتنا في الاهتمام بالعلم ونتكلم في الموضوع ده بالتفصيل كان لازم يكون معانا المؤسس لعيد العلم وهو الباحث محمد عبدالسامد المحاضر بالجامعة الاوروبية في بروكسل سباح الخير سيد محمد اهلا بيك معانا النهاردة وطبعا واحد من اهم العلماء المصريين واللي قرموا في عيد العلم هو دكتور صلاح عرف استاذ الفيزياء بالجامعة الامريكية دكتور صلاح صباح الخير والف مبروك والحقيقة في البداية يعني عايزة اعرف فكرة عيد العلم وفكرة اهتمامنا بالعلم وتغيير ثقافتنا عن انه احنا في ناس كتير جدا اللي بتهتمش بالعلم رغم ان احنا متهاري دلوقتي في امس الحاجة للعلم العلم غاية والغاية وسيلة والوسيلة احدى مراتب الجنة اه فكرنا في chnç ve �-17 في 2010 في هذا الصدد لان يعني كنا شايفين ان احنا الاحتفاء و التقدير المعنوي مش موجوط احنا كشباب اوبروك وماخترعين لسا شباب او باحثين شباب عندنا علماء قويين لهم القدرة على الإبداع في جميع المجالات وللأسف بيخرجوا خارج مصر عشان نقدر الناس دي ونزيد في معنواتهم لأنهم فعلا داخل مصر ما بيلاقوش التقدير ده حقيقي فكان لازم نعمل عيدا للعلم عشان نكرم علمائنا ونكرم الشباب ونكرم جميع الفئات في جميع المجالات اللي بتخدم هذا العلم اختلنا يوم 17-10-2010 لأنه كان أول تعاون ما بين تحاد المخترعين المصريين أكدامية البحث العلمي عدة جاليات عربية وأخرى أفريقية تاينفوتك اتنين بعد الثورة كان لازم يكون عيد العلم بمزاق أو نكهة خاصة مختلفة وهل فعلا كان بمزاق ونكهة مختلفة؟ أنا عايز أقولك لأول مرة في تاريخ مصر يتم اختيار أشخاص شخصيات بارزة في هذا المجتمع المصري أثرت فيه في مجالات العلم بدون محسوبية، بدون رشوة، بأشياء جميلة جدا وبسيطة جدا مجلس العلماء كان حتى تثبط على حوالي أربعين شخصية بارزة في مجال العلم في مصر واحدة الاحتفالية تمت كموسوعة ثقافية كموسوعة ثقافية، مش حدث منظم مخلصة مفرق ما بين موسوعة ثقافية وما بين إنه يبقى حدث منظم موسوعة ثقافية إحنا كشباب أو علماء المصريين هم اللي بيرعوها رعاية خاصة مننا أما الحدث المنظم هيكون إحدى منظمات العالمية هي اللي بتقدم ميزانية ليه هي اللي بتعمل رعاية ليه يعني أنا طبعا لأول مرة أكون قدام شاشة تلفزيون يعني أتصاب بعرقا طبعا لأن أستاذي دكتور صلاح عرف أحد علماء رجل العام في مجال البيئة أو التنمية ما بين تنمية جزء عزيز جدا من الوطن الغالي سيناء ما بين مجالاته في العلوم والبيئة والفيزياء يعني اسمحوا لي أن أنا أقدم رائد من رواد العلم في مصر لهذا العام دكتور صلاح عرف شكرا دكتور صلاح منورنا ومعتزين جدا للموجود حضرتك معنا الحقيقة واسمح لي أرجع مرة تانية لنفس الكلام اللي أنا ابتديت به وهو أننا في أمس الحاجة إلى العلم وفي أمس الحاجة الاندماج مع العلماء والاستفادة منهم ومن خبراتهم ومن كل يعني كل ما يخطر بأزهانهم لأنه أفتكر أنه نهضة مصر هو شغل الشاغل دلوقتي إينا كلنا ومش هننهض من غير العلم بالزبط أبداً إزاي ممكن نستفيد من العلم ومن العلماء المصرين يا دكتور لو سمحتي لي هو طبعاً العلم والإبداع هو أساس التقدم أكيد عشان أنا أخلق بيئة سليمة وصالحة لكل من يفكر في صالح هذا البلد إحنا محتاجين نحط روح الثورة في جسد البحث العلمي يعني محتاجين ثورة علمية محتاجين أحنا محتاجين ثورة في كل مجال وهي ثورة فكرية وزي ما قال سيد محمد أنه إحنا محتاجين فعلاً أنه نغير من الثقافة العامة التفكير العلمي مش موجود في معالجتنا لكل مشاكل مصر محتاجين أن احنا نحطها على المائدة وتناقش من مجموعة كبيرة من العلماء الحوار الوطني اللي احنا بنسميه حوار وطني هم ساعات بيسموه هناك عصف ذهني أن الناس تقعد وتفكر مع بعضيها كيف تحل المشاكل لا توجد مشكلة بدون حل لا توجد إنما عشان أحلها صح محتاجة مجموعة من العلماء والمفكرين يعودوا مع بعض ده مش موجود نمرة اتنين أنه كل المشروعات العظيمة المقدمة لتنمية ونهضة مصر في هذا المجال بنلاقيها مشخصنة بمعنى مرتبطة باسم مرتبطة باسم إنما لو عايزين فعلا إن احنا ننهض بهذا البلد لابد إن احنا نقعد ونتكلم على ما هو المشروع القوم الكبير الذي يلتف حوله رجل الشارع ورجل القرية ورجل الصحراء والرجل المتعلم والعالم وهو الاخر وحضرتك أعتقد لك تجربة حية في قصة تنمية قرية البسايسة دي بداية مضبوط يعني آه يعني ده فعلا حاصل ويمكن ياريت حضرتك تكلمنا الحقيقة عن المشروع ده وعن كيفية تحويل هذه القرية إلى قرية منتجة والمكان منتج الكلمة المهمة قوي هي عملية التوصيل احنا عندنا زي ما تقولي حضرتك شبكة أو أجزاء كهربية حلوة قوي تعمل إبداع بس التوصيلة مصدية مفيش توصيل جيد لهذه الأجزاء أنا عندي منطقة وناس محتاجة وعندهم مشكلة وعندي علماء عندهم كل الاختراعات وكل الأفكار اللي ممكن تحل هذه المشكلة الوصلة مش موجودة الوصلة دي محتاجين أن يبقى فيه حد مهمته تسويق البحث العلمي يعني واحد مبدع زي بالزبط لما حضرتك واحدة ستة في البيت بتعمل إبداع بشغل الإبرة ماشي؟ إنما ما قدرش أطلب من دي أنها تقف في الشارع وتبح لأنها ما عندهاش لا المقاومات ولا الوقت ويبقى كده أنا بأهدر الانتاج الحقيقي إحنا محتاجين حد ياخد الوصلة الجيدة ويعمل الدمج ما بين ما نحتاجه وما هو موجود ودايما أنا كنت بقولها إحنا محتاجين نقل المعرفة من الأماكن اللي بتنتج فيها وهي الجامعات ومراكز البحوث إلى الأماكن التي تحتاجها وفي الاحتياج ده لازم ننظر إلى الأركان الأربعة في مصر الأركان الأربعة لو حد نظر لخريطة مصر هيلاقي إن إحنا مهملين أركان أربعة وهم المستقبل بتاع مصر كلها سينة الودي الجديد حلاب وشلاتين وسيوة الله فين دول وليه ما نبعدش ونعمل المؤتمرات العلمية عندنا هناك يعني الحقيقة محتاجة ثورة في الموارد موجودة العلماء موجودين أحسن علماء في العالم كله إنما محتاجين حد يدور عليهم يجيبهم يقعدهم مع بعضيهم يقول لهم دي مشاكل مصر حلوها ذاتيا ودي برضو عايزين نحس إن احنا بنعمل مش مستنيين هبة ولا من أي حادثين بس أنا كنت عايزة حضرتك يا دكتور معلش تشرح لنا مشروع البسايسة تحديق يعني بالتفصيل أكتر إزاي تم تحويل هذه القرية وإيه اللي جذب حضرتك للتنمية أو عشان تحاول تساهم في إصلاح هذه القرية يعني كلمني أكتر عن المشروع ده هتاخد وقت كتير بس باختصار شديد أولا أنا يمكن كان السؤال اللي سألته نفسي ليه إحنا مسميين وأنا راجل بشتغل في العلم ومشهور في الوقت ده نتكلم عن السبعينات والثمانينات والناس قبلنا تقدموا يعني اللي هنا تقدموا وبيسمونا إحنا العلم الثالث أو اللي جايين من الدول النامية فسألت السؤال وبسأله للسادة المشاهدين وكل اللي موجودين ما هي التنمية؟ هلاقي ببساطة شديدة ولكل من لا يعلم شيء هلاقيها ببساطة هي عملية تغيير من حال إلى حال أحسن طب مين المسؤول؟ ربنا؟ الرئيس؟ الوزير؟ أنت؟ أنا؟ مين المسؤول؟ من يعلم؟ ودي كانت الحقيقة التفرة فأنا قلت إذا كنت أنا بقول أنا عندي علم أو عندي جزء من هذا العلم يبقى لابد علي مسؤولية أن أعمل خدت قرية صغيرة وقلت أعمل إيه فيها بالعلم وليس مشروع ممول وليس حاجة منظمة ورحت بيها أنا لقيت ثلاث حاجات في هذه القرية زي أي قرية أخرى ناس عسل زي ما بيقولوا اتنين شمس ساطعة ثلاثة مخلفات مالية القرية لهم حل الناس الحلوة ديت ما نهمشهاش نخليها تبقى جزء أساسي في عملية التنمية يعني ما روحش أجيب واحد من برة وأنا عندي ولد في المدرسة وهو الأخ النمرة الثانيين الشمس قلنا نستخدم الطاقة الشمسية وإحنا كنا أول ناس دخل الطاقة الشمسية لدرجة أنه الرئيس السادات قال لهم شوفوا صلاح عرف هذا بيعمل إيه في حتة سماع البسايس الثالث حاجة واللي كانت مهمة قوي المخلفات المخلفات لواحد عجوز أنا لن أنسى يوم وإحنا طلعين من الجامع واحد بمتعكز واتنين سايد سندينو وبيقول لي الدكتور صلاح أنا نفسي أشارك معاك في حاجة ده القرية بتاعته ورجل كبير طبعا أكيد أهل القرية مهتمين 65 سنة أنا نفسي بس أنت شايف حالي وبتاع قلت له أنت عايز تشارك طبعا حاجة حسين عايز تشارك قال لي آه قلت له اتنين هاتوا كورسي ونقلوه إحنا بنبني المركز التكنولوجي إنت أشرف على العمال بعد ساعة كان صوته جايب للآخر هاتشايا ولد لا أخلط دية خلطة كويسة قال لا ادي تيله دور إحنا كل مشكلتنا في الثورة قبل الثورة إن إحنا كنا مهمشين جزء كبير من هذا الشعب اللي فيه طاقة كبيرة جدا عايزين إن إحنا نفجرها عشان نبقى فيه ثورة في كل المجالات وأولهم الثورة العلمية